أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة استثمارت مئات المليارات من الجنيهات لخلق بنية أساسية قوية من شبكة تورق قوية وشبكة موان بحرية وجفة ومناطق لوجستية وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تحرقت كذلك في مجال تهيئة مناخ الأعمال من خلال تعديل العديد من التشريعات وإطلاق تشريعات جديدة ليصبح لدينا قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار الدولة المصرية استثمارت وهذه الاستثمارات بالمنتهى الأمانة لم يكن أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر أن يعملها فكان البديل قدامنا لابد من الاستثمار بمئات المليارات من الجنيهات علشان نخلق هذه البنية الأساسية اللي تخلينا النهاردة وإحنا قاعدين بنتكلم إحنا ممكن نعمل كذا آه قادرين نعمل كذا عندنا الطاقة الكهربائية التي تمكننا من ذلك عندنا الشبكة الموجودة عندنا أراضي صناعة مرفقة وعندنا مجمعات صناعية جاهزة لو حب أي مستثمر كبير أو صغير أنه يدخل ويطلب أنه هو يشتغل عندنا هذه الأماكن الجاهزة كان لازم نتحرك في تهيئة منخ الأعمال وكان عندنا مجموعة من التشريعات اللي ذكرت أنك لازم تتعمل لها ياما التشريعات جديدة أو التشريعات يتم تعديلها وهذا هو اللي أمنى به